هسألك بقى المنتخب حالياً دلوقتي مقبلين على مطشين مهمين أو مطشين ليبيا في تصفيات كاس العالم معنا أربع نقاط هم معهم ستة هنلعب مع بعض زهاباً وعودة شايف إزاي الوضع الحالي في ضوء القيمة اللي أعلانها كيروش اللي بياخد أول مطش ليه مع المنتخب بعد البدري أنا شايف إن شاء الله هنعد المرحلة ديت المنتخب مصر المفروض إن إحنا أحسن من ليبيا في بيننا فرقات كبيرة جداً إحنا عندنا دون منتظم منتظم هم بقالهم فترة عندهم الأمور ما كانتش مزبوطة شوية إن شاء الله احنا نعد المرحلة ديت وتمنى التوفيق للمنتخب وتمنى إن إحنا نلعب الكرة اللي المنتخب تعود عليها الجيل اللي قبل كده كان بيبسط الناس حتى لو كانوا النتائج بس الناس تقولك لا إحنا لعبنا كويس إحنا شكلنا كويس فتمنى إن شاء الله إن إحنا نعدل إحنا بنسمي المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي دي مرحلة إحلاله وتجديد ولا مرحلة إنه معلش الفواءان بعد وقعة ما بيكونش سهل لإنه هي مرحلة كده مش مفهومة إنت عايز توصل كاس عالم تاني بس الأداء مش حلوة قوي النتائج مش وحشة بس الناس عايزة أداء ونتائج بس خايف تعمل أداء وما تاخدش نتائج يعني اللعيبة بترجع كل شوية تقول تجديد دماء وشباب بعدها تروح راجع للكبار تاني بص هو أنا أول حاجة بس عشان هتكلم في نقطة بس صغيرة كده أنا مبسوط جدا إن أحمد فتحي لجي على المنتخل تمام لإن أحمد فتحي في المكان ده حتى لو هو لو الناس شايف مع إن أنا مش شايف ده إنه هو بدنيا نوع شوية هو أفضل واحد في المكان ده في مصر تمام حتى لو جبت واحد هو مش مكانه وبيقدم شكل كويس أكرم توفيق هتلاقي أحمد فتحي إنه مكانه بقال له عشرين سنة بيلعب في المكان ده ففي حاجات هو أتعود عليها فأنا مبسوط إن أحمد فتحي رجع ومبسوط جدا كمان وإن شاء الله أنا بقول لك أحمد هيقدي بشكل كويس جدا وهيقدي أحسن من أي حد أنا شايف هو جوة الملعب أحمد فتحي في الملعب انت ضامن 200% مجهود طبعا إلى جانب خبرته الكبيرة إلى جانب إنه ده مركزه الأساسي أنت ما عندكش باكي مين مركزه الأساسي باكي مين في المنتخب مفيش عشان كده بقول يعني محمد هاني كان بينضمه بقاله تلات معسكرات مش بينضمه مو يروحش أه عشان أكرم كمان بقى يلعب عليه في الأهل والله هنا إحنا أنا أقدر أقول لك إن إحنا عندنا كوالة لعيب نقدر نعمل بحاجة كويسة إحنا عندنا مواهب كتير قوي في مصر بس ما بنستغلهاش مين مش عايز أقول مين إن فيه ناس أنا يعني بحبها جدا هي ما راحتش المنتخب فيه ناس نقدر نستفد بيها أنا مش عارف ليه أصلا ما بتروحش يعني فيه ناس ما بتاخدش حقها طبعا أنا هقول لك على حاجة وأنا مليش علاقة بالناس ديت أنا يعني فيه حكم فيه فرق سني بيني وبيني ما حتى معصرتهمش يعني واحد زي عمر جمال الموسم اللي فات ده كان لازم ياخد فرصة في المنتخب أحمد رفعك كان لازم ياخد فرصة في المنتخب ادي له فرصة ويحكم عليه لو هو يعني ما بقاش كويس خلاص يبقى أنت عملت اللي عليك لكن ما تظلموش يعني أنا شفت اللي قدمه عمر جمال السنة اللي فاتت لازم يبقى في المنتخب واللي قدمه أحمد عبدالقادر السنة اللي فاتت لازم يبقى في المنتخب ياخد فرصة لازم ياخد فرصة عشان يعني عملت اللي عليك حتى ما تبقى الظلامت حد أنت ممكن ربنا ما وفقكش بسبب حاجة زي كده خلاله بلا لأن انت ممكن حد يبقى تعب جدا وعنده أمل وبيتعب عشان كده وانت بتدلوش حق بس هو مش مرتبط بس ببتتعب ولا لأ أو حتى بأداءك مع فريقك ولا لأ هو ممكن يكون في وجهة نظر فنية أن انت هتخدم فكرتي أنا كمدرب مع المنتخب هو ما شفوش يعني ما جربوش ما يمكن يخدمك أكتر من اللي عندك ما يمكن يخدمك أكتر ما يمكن هو عنده طموح أكتر هو عايز يثبت للناس أنه أنا أقدر ألعب في المنتخب مصر وده حقه يعني حسين السيد السنة اللي فات عمل المصرم السنائي كان لازم يبقى في الإسماعيلي كان جامد جدا كان لازم ياخد فرصة بعض الناس يعني حسين موجود في القيمة بتاعة كاس العرب موجود بس بس موجود في بتاعة ليبيا أنا أساسي فأنا شايف إن في ناس كتيرك هتلازم تاخد فرصة ونشوف هل الناس دي هتهي هتقد بشكل كويس ولا لا ما يمكن كان اتفيدك يعني أنا شايف يعني واحد زي أحمد رفعت إيجابي جدا عنده سرعة مش عند حد القرص بتاعه برجليل اتنين مميز جدا لو الراجل شاف أحمد رفعت لو الراجل شاف أحمد رفعت أنا بقولك أحمد رفعت هيبقى موجود في المنطقة ولو شاف عمر جمال مصفات عمر جمال هيبقى في المنطقة لأن الناس دي هتحس طريقة لعبهم أوروبا شوية كانوا مؤسرين كمان